حينه فيه تمام كبير بمسألة تطوير منظومة النظافة في كل محافظات الجمهورية بدأت في محافظة القاهرة وتم عمل كود لكل عمارة وبصمة لجامعي القمامة علشان تكون منظومة النظافة الجديدة فيها نوع من أنواع الانضباط والمتابعة مش بس كده ده كمان هيكون فيه تطبيق على التليفون المحمول بيسجل حضور عامل الجامعة السكني يومياً للشواء وكمان فيه أكواد على كل عقار وأيضاً فيه متابعة لسير سيارات نقل القمامة بالجي بي اس خلونا نعرف تفاصيل أكتر من اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة صباح الخير عليك سيادة اللواء ولو تقول لنا يعني منظومة النظافة الجديدة دي إزاي حيتم متبعتها وتطبيقها وإحنا بنبتدي في محافظة القاهرة صباح الخير يا فندم كل سنواتم طيبين طبعاً احنا من فترة شغالين في موضوع تطبيق المنظومة على مستوى القاهرة القاهرة دي ما أخبتك عارفين مدينة كبيرة صحيح عادة السكان فيها كتير وعادة العربية فيها كتير عادة المحلات فيها كتير كمية المخرضات اللي بتطلع منها كمية مش قليلة يومياً ولازم تظهر بالمظهر الحضاري ولازم نتطمن أن العامل بتاعنا أو العربية بتاعتنا ملتزمة بحط السير بتاعها والعامل ملتزم بالمكان اللي هو موجود فيه طبعاً تم حصر جميع العمرات والمحلات الموجودة في القاهرة القاهرة إدارياً زي ما نحاولتكم عارفين سوماً الأربع مناطق الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية الشرقية والغربية دلوقتي مع شركات خاصة أمبيرو مصر في الشرقية وارتقافها الغربية والهيئة العامة للنظرات الموجودة في القاهرة مسؤولة عن الجنوبية والشمالية يعني القطاع الخاص مشترك في المنظومة الجديدة لجمع القمام أيها يا فندم في مصانع تدوير المخلفات قطاع خاص حصل دمج بين القطاع الخاص ومن القطاع الحكومي لتوفير الخدمة للمواطن العمال اللي احنا كنا بشهونه في الشارع طبعاً الشكل ده كله هيتغير اللبس بتاعهم اتغير التدريب بتاعهم يعني حيكم متضربين على العمل اللي المنوصين به بالنسبة عشان نقضي على الظاهرة الخطيرة اللي بتئزي العين وبتئزي الطريق مع المحاور الجديدة ومع الأشكال الجديدة حيث الموجود يبقى فيه سبلة في الشارع وبتطرفع مش هينفع في الفترة دي حالس المصدر ده لازم يختفي تماماً احنا كنا عايزين نضمن وصول الخدمة لحد المكان نفسه لحد الشقة لحد باب العمارة لحد باب المحل بحيث ان احنا نقضي تماماً على ظاهرة القاء المخلفات في الشوالح الهيئة مطبقة التحول الرقمي قريب جداً هيكون فيه صفحة على الفيسبوك بالنسبة للهيئة فيها مكان للشكاوي احنا شغالين دلوقتي بالخط الساكن 122.564 للإبلاغ عن اي مشكلة تخص النظافة او الانارة او التجميل وطبعاً ده محضرتك قولتي العربيات بتاعتنا بالجي بي اس هتكون بحيث ان كل سواه يكون محاوض على خط السفير اللي هو يتم مراقبة العربية وهي خارجة من النقطة بتاعتها نقطة البداية الى نقطة النهاية بتاعتها بحيث ان ما فيش اي حاجة تتصرف في الشوارع ان شاء الله طيب سيادة اللواء يعني جميل جداً لحضرتك الكلام اللي قلته وفكرة قلية المنظومة الجديدة وتنفيذها على الارض وعجبني جملة كده حضرتك قلتها ان المنظر اللي في الشارع هنغيره تماماً سواء كان منظر خاص بالعاملين في هيئة نظافة وتجميل القاهرة او منظر القمامة اللي موجودة لكن في بعض الاستثناءات مش هقول بقى ان الكل كده في بعض النماذج للأسف بتسيء للمنظومة من العاملين بالله ان هو بيمارس عمل غير العمل اللي هو نازل يؤديه من نظافة شوارع القاهرة وبيطلب مساعدات احياناً من بعض الناس فعاوزين نعرف ازاي هيتم برضو انهاء هذه الظاهرة عشان خطر مصرنا تبقى اجمل واجمل مع حضرتك الموضوع ده مهم جداً 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 في شراكة بيني وبين المواصن صحيح المواصن يعني مش قاسف ان انا اقول لحضرتك ما يكونش سلبي في الموضوع ده اي حد في الشارع بيمدي ايده العربية او لحد ده مش عامل نظافة انا ما عنديش حكيم هو للأسف بيرتدي الزي الخاص بعمل النظافة يا فندم حتى لو مرتدي الزي حتى لو هو ده ده بيفصل فوراً من المهنة بتاعته لان انا مش ديش عجلتي او مش ده المكان لازم هنا سيادتك بتقول ان المواطن يكون ايجابي وما يتعاملش مع هذا ايجابي يا فندم ما يتعاملش معه ما يصعبش عليه لانه بياخد مرتب كويس مهتمين بيه كويس لو فيه حصل تسريف في الموضوع ده لو فيه استغل طبعاً احنا بقى انه فترة كبيرة بننظر للرجل الجميل الكناز ده اللي هو على رأسي انا شخصياً وانا على رأس الهيئة بننظر ليه نظرة دونية شوية لا يا فندم انت حضرتك دلوقتي يعني حتتعامل معه على انه راجل غالبان في الشارع انا بقول له حضرتك لا ده بيؤدي عمل يمكن اهم مني ومن اي حد موجود لانه هو بينظف مكاني يعني الفكرة كلها يا فندم يريد يريد الشارع حلاص انتهت بالنسبة له فده لا يمثل الهيئة في اي نقطة فمن فضل المواطن ودير رسالة هامة بنقولها من هنا في صباح الخير يا مصر لأي مواطن لازم يكون ايجابي وما يتعاملش مع يعني هذه الظواهر او هذه الحالات الفردية لانه لا ينتمي الى يعني هيئة نظافة وتجميل القاهرة او اي يعني هيئة خاصة بنظافة وتجميل المحافظة المائن تماما فهمت سيادة لواء عايزة سأل حضرتك عن الاكواد الموجودة على العمارات واهمية الاكواد دي في المنظومة ومسألة البصمة للعمال الكلام ده هيمشي ازاي وهل المنظومة الجديدة دي داخل فيها انه يكون فيه سلات للقمامة في الشوارع عشان يمكن فيه اماكن كتير الناس ما بتبقاش عايز ترمي في الشارع وما تلاقيش سلة قمامة موجودة فيه باختصار كده فيه حاجة سنال خط التشغيل القاهرة بالكامل متقسمة لمربعات حوالي 312 مربع سواء في الاربع مناطق المربع ده هو عبارة عن عدد وحدات سكنية وعدد محلات كمية الخارج اللي طلع منها محسوبة الشقة تقريبا بتطلع اثنين ونص كيلو في اليوم بالنسبة للمخلفات المتعاهد الجامع السكني بيبقى عارف انه هو المخروض هيجمع الرقم ده من الشقة دي ومن المحلات دي علشان اضمن ان المتعاهد هيعدي على شقة شقة وغمارة عمارة كل حسب المكان اللي احنا شغالين فيه هيتحط فيه بار كود موجود هيتحط ان شاء الله لسه يعني حينزل يعني لسه بحد الوقت لسه ما نفذناه ولكن هيتحطه هيبقى معه جهاز بحيث ان هو وصل للمكان ده بيعاتي على بار كود بيسمى عندي مركز المعلومات باعرف ان هو وصل للنقطة دي وفي الاول وفي الاخر ده نظام مراقبة ومحاسبة مني لللي شغال على الارض ولكن المواطن هو عيني في كل مكان في القاهرة صحيح علشان كده فحيثنا على فيسبوك نازلة في خلال 15 يوم 20 يوم بالكتير فيها مكان لتلق الشكاوي في المكان بتاعها بصورتها بيتيجي عندي بصب عندي بمركز المعلومات باديها على النقطة اللي جات لي منها بيترفع أو بتحل المشكلة واتوحينه على طول صحيح سيدة لواء اهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر وأيضا كل الشكر والتوفيق والتقدير لمجهوداتكم اللي بتقوموا بيها علشان خاطر شوارع مصر كلها مش اقول بس القاهرة تكون اجمل وفي شكل يليق بمصر في الجمهورية الجديدة ويمكن يا دير زي ما المواطن بيدور على حقوقي وانا دور على حقوقي ان عامل القمامة يوصل لحد البيت عندي ومشكورة الدولة بتقدم ده في واجبات اعتقد اقل واجب عندي المنظر الموسيق اللي احنا بنشوفه بقى بتبقى العربية ماشية وتلاقي بيرمي الكليناكس بيرمي كوباية فاضية بيرمي اي مكان المخلفات اللي موجودة لا هي بلدنا اكيد محدش بيحب يعمل كده في بيته فزي ما بمحبش اعمل كده في بيتي الشارع اللي انا بمشي فيه ده هو برضو بيتي وخصوصا مع اللي بيحصل من جهود الدولة للاهتمام بكل شيء الحقيقة الاهتمام بالمظهر الحضاري الاهتمام بصحتنا انه مسألة جامع القمامة ده شيء غاية في الاهمية في مسألة الصحة والحيان الواحد كمان بيحلم وما اعتقدش ان احلامنا دي بقت صعبة لانه بقينا بنشوف حاجات ما كناش نتخيل انها تبقى موجودة في بلدنا مشاريع بتحصل في سنة وفي سنتين وثلاثة بتتحقق انه كمان الواحد يشوف انه بقينا نفس القمامة تتجمع وهي مفصولة البلاستيك لوحده والورق لوحده ان ده هيسهل في مسألة اعادة التدوير اللي مهمة جدا 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 واحدة بنتكلم عن التغير المناخي واللي بقى بيحصل في العالم كله نتيجة لتغير المناخي